بسم الله الرحمن الرحيم معكم حانس عبد الرحمن مجدي ودي محضرة مجانية مقدمة من اكاديمية انجيت وان شاء الله هنشرح النهاردة التردكشن في البرسترز كونكريت ديزاين هنتكلم عن البرسترز كونكريت الكنسفت بتاعي اللي انا بستخدمه ايه هي فوايد البرسترز كونكريت ايه هي بتاعت السيستم اللي بيكون البرسترز كونكريت وهنتكلم في شوية ومفاهيم احنا بنقابلها واحنا شغالين في المجال دو وهندي سريعة في البرسترز كونكريت طيب ليه انا بستخدم او ليه الناس فكرت ان هي تستخدم البرسترز كونكريت في البداية خالص انا عندي الخرصانة المسلحة العادية اللي هي الكاميرا اللي فوق على اليميني الخرصانة بتبدأ بتتحمل بلود اللود دوت اللي هو مثلا بتاعها بس بتتحمل بلود تبدأ الخرصانة بتشيل اجهدات ضغطوشة لان اللي يحمل الوزع ده وبيكون بيندينج مومنت اااا فبيكون كونبريشن وتنشن احنا عارفين الخرصانة كواسة جدا 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 في النهاية تشيل كونبريشن لكن في التنشن بتوصل لمقاومة معينة اللي هي الاف سي تي ار اقصى اجهاد بتشيله الخرصانة في الشكل وبيبقى عش مقاومة الخرصانة في الضغط وبالتالي بتبدأ الخرصانة بعد ما بتعدي الاف سي تي ار بتشرخ واول ما بتشرخ خلاص الخرصانة اللي بتشيل تنشه او الجنب اللي بشيل تنشه في الخرصانة ما بقاش ليه لازمة وبالتالي بيبدأ حديد التسليح هو اللي بيشتغل معايا وبيشيل اجهادات الشد وبالتالي الخرصانة بتشتغل بعد كده في الضغط بس والحديد بيشتغل في الشد بس وبالتالي ده بيخليني ان انا استخدم كفاءة الخرصانة في نهاية شيل ضغط بكل كفاءتها. يعني احنا بنتكلم في تسعين في المية من كفاءتها. تمام? طيب. فالناس فكرت في ايه? قالك طيب انا عندي مشكلة في ايه? في الشد اللي بيحصل في الاول. فانا هحب على الخرصانة اجهادات ضغط مسبقة. عشان كده ما نسميه. اجهادات ضغط مسبقة. اجهادات الضغط المسبقة دي. اول ما يحصل شد في الخرصانة. الضغط يشيل الشد. فتبدأ فلس فستير الخرصانة تبقى متحملة بالضغط. تمام? طيب. فانا عند الخرصانة اللي هي الكاميرا لطاحت الخرصانية. تمام? عليها حمل الموزع. تمام? وعليها فورس. الضغط المسبق نسميه بي. تمام? هيكون اجهادات ضغط يونيفورم على القطاع. اللي هي بي على ايه? زي ما احنا شايفين تحت كده. تمام? فانا عندي اجهادات شد وضغط نتيجة الاحمال الرأسية ام في واي على اي. نورمال فورس. حيث نورمال ستريسز ام في واي ونورمال ستريس تانية تيجي تلكمبريشن اللي هو بي على ايه? الضغط مع الضغط مش هيمثل اي مشكلة. المشكلة عندي في الضغط مع الشد. فبيحصل تلات احتمالات. ياما الضغط بيشيل الشد كله. وبيخلي كمان على الخرصانة ضغط اكسترا. زي الشكل اللي تحت ده. الشكل ده. تمام? وبالتالي بيبقى عليه ودي حالة لو وصلناها تبقى حالة كويسة جدا. او بيبقى عليه اجهادات ضغط بس الجزء اللي تحت اللي كان عليه تنشن عليه زيرو. اجهادات خالص لكمبريشن مانا تنشن بس القطع كله استيلا عليه كومبريشن. او بيبقى عليه اجهادات ضغط. وجزء اجهادات شد. الجزء الصغير ده بيبقى اصغر طبعا من الام في فايل اي. لو انا عملت له بتاعي. وخليت بتاعي. اللي بيسمح لي بيه في الشد في الحالة دي. فانا كده قدرت ان انا اعمل على الخرصانة والخرصانة بتاعتي مش هتشن. طيب. الحاجة دي خلتني استخدم الخرصانة بميازات كتير جدا جدا. ان انا اول حاجة استخدمت الخرصانة بكفاءة اعلى بكتير بتاعها. وده هيخليني استخدم كطاعات اقل. واستخدم كمان استخدمات اكبر. لو انا اقدر ان انا اخلي. لو انا عندي في المسافة بين الاعمدة مسلا سبعة متر او ستة متر واستخدمت سلاب خمسة عشرين سنتي لأ. انا ممكن بنفس الاسبان ده استخدم سلاب عشرين سنتي. فانا اوفرت خمسة سنتي الخرصانة. وده تكلفة فانا اوفرت كمان في الحديد. تمام? او ان انا ممكن اقول والله خلاص خلينا للخمسة عشرين سنتي الخرصانة دي. ولكن خلي المسافة في الاعمدة عشرة متر. اتناشا متر. فانا وفرت مساحات اكبر طبعا وفرت في الاعمدة. وفرت في مساحات كبيرة. اخلي المعمار يقسم او براحته. لاني طبعا هم بيعدينا مشكلة بين المعمار والانشائي وشيل عمودي هندسة وحط العمودي هندسة والكلام ده فانا ريحته. وزودت له المسافة بين العمدان. طيب. لو انا في كل دور قللت سواء في البلاطة او في العمدان. ايسف العمدة. الحال دوت مش هيقللي من وز المبنى. طبعا هيقللي في وز المبنى. وبالتاني هيقللي كمية الحفر اللي انا هستخدمه. بدلا ما انا هحفر على العمق عشرة متر. لا هحفر على العمق يا قد. وحاجة كمان ان انا ممكن بدلا ما كنت هستخدم اساسيات زي الرفت. ممكن استخدم اساسيات اواعد ايزوليتة. تمام؟ جفت خفرت في تكلفة رافت. تمام؟ وبالتالي كل المميزات دية كلتني االجأ ان انا استخدم الحل بتاع الخرصانة سابقة الاجهات. طبعا حدا يقول لي ايه عب الخرصانة دي؟ هقول له العيب بس ده مش عيب قوي اااا التكلفة. تكلفة العمالة او تكلفة الماتيريال ذات نفسها. ولكن دلوقتي في الموضوع ده ما بقاش ازمة لان في شركات كتير دلوقتي بدأت تشتغل بالكونسب دوت وفي ماتيريال جديد بدأت تزهر وبالتالي الموضوع ده ما بقاش فيه اي مشاكل خاصة. طيب. ايه هي مكونات السيستم اللي خلاني اعمل الكونسب دوت. لازم عشان احخلي على الخرصانة اجهدات ضغط لازم اخلق السيستم السيستم دوت يوصلني للكونسب التاعي الا وهو ان الخرصانة تبقى معرضة لضغط مسبوع. الخمس حاجات دول بنسمي السيستم ده كله على بعضه كابل. او كل السيستم ده. بنسميه تندن. طيب. التندن ده مكون من الستراند والضغط والانكر والبيرنج والوجه. وحاجة قادر اخلق بيها الفورس اللي هي الشئ. فده السيستم بتاعي عبارة عن كابل. وحاجة اقبلاي بيها الفورس. طيب. هنعرف دلوقتي الكابل دوت مكوناته ايه? اول مكون معانا هو الستراند. طيب. ايه هو الستراند? هو حديد. الحديد الخاص المستخدم في الستراند دوت عبارة عن حديد زي الشكل اللي تحت دوت. حديد مقطعه كده. هو عبارة عن سبع ويارات مجدولين مع بعض. مجدول يعني حاجة كده زي الحب. ده الشكل بيطلع يعني ما ما بجيبش سبع اسياق حديد او سبع ويارات حديد. واعملو انا بالشكل ده مع نفس ده. هو المصنع بيطلع للشكل ده. ايه حاجة مصنع. ايه? طيب. مساحة مقطع بتاع ده مساحة مقطع السير دوت طبعا علشان ده حديد. فالحديد في العادي لما انا باجي بعمل طلبية طبعا بعمله بالطن. وبعمله بمساحة بالقطر. كتر حديد اتناشر كتر حديد ستاشر عشرة طيب. وانا بتعامل مع السترند. وانا بتعامل مع الحديد دوت. بتعامل مع القطر ازاي? وانا عندي شكل غريب كده. بعمل زي دايرة. دايرة دي بتمس الويرات من بره. تمام? آآ لما بتمس الويرات من بره. بقيس القطر بتاعها بتسميه النومنال آآ ديامتر. كيب? ده قطر بيعبر لي عن السيغ دوت. بس ده مش قطر السيغ. يعني ده النومنال دي حاجة معبرة عن قطر السيغ. تمام? طيب. الحديد دوت مرن جدا لدرجة انهم ما بيجيش في اسياح كده زي الحديد زي النوات اللي احنا بنستخدمها فيه الخراسان ومصالحها العديد. بيجي في شكل بكرات. زي ما انتو شايفين كده. العامل بيبدأ يحط البكرة دي على حاجة اسمها بيشيل بها البكرة دي. ويبدأ يفكها ويطلع طول الستراند اللي عايز يستخدمه ويقطعه. فهو حديد مرن ومساعد بقطعه لحد ما مش كبير. طيب. الستراند دوت خلاني استفيد منه ازاي او ايه ايه ايه? ليه انا بستخدم الستراند وبستخدمش حديد التسليح اللي عادي بتاعي مهارد. حديد التسليح العادي بتاعي موجود. طيب. ده ستريس ستريجر. آآ لحديد التسليح فيه عندي السيفن ويرس ستريس تراند اللي انا تكلمت عنه. وفيه الديفورميت اللي هو بيستخدم فيه البلطان. اكثر اجهاد احنا بمكن بنوصله في الحديد بتاع آآ الف عالتمت يعني بتاع حديد التسليح في النطقات ستمينة ميجا باسكالة. تمام? بينما انا بقدر اوصل في السيفن ويرس تراند لالف تمنمية وستين ميجا باسكالة. وده رقب محفوظ وثابت آآ ما بيتغيرش. حديد السبن واير ستراندر اوضمت تنسى السترس بتاعه 1860 ميجا بسكان. وبالتالي انا الحديد دوت اجهاده التلات اضعاف تقريبا اجهاد حديد روعة مائة ستراندر. وبالتالي انا اقدر اخليه يتشد ويقدر يستحمل اجهادات عالية جدا. وبالتالي اقدر احقق الكنسيب بتاع البريسترس دي وبالتالي انا استخدمت حديد السبن طيب ده تكنيكال تاتا شيت اللي شير كمان اه في الخواص بتاع الحديد دوت. مهم? اهم حاجة احنا نعرفه هنا او احنا ممكن نندي كده نمشي على الجبدال ده واحدة واحدة هو اول حاجة احنا منستخدم اه اه ده اه اه وعندك اللي هو الف وتممية ستين احنا منستخدمش اللي هو الف سورمائة خمسة وعشرين الف سورمائة وسبعين. همستخدم اللي هو الف وتممية وستين. تمام? طيب. القطر النومل الديامتر ودي اكتار محفوظة. احنا عندنا اربع اكتار. او بالانش بوينت فايف انش بوينت سيكس انش. الوينت فايف انش اللي هو تول بوينت سيبن وثول بوينت ناين. الوينت سيكس بوينت سيبن وففتين بوينت توتام المشهور او في استخدام الوينت سيبن وففتين بوينت سيبن m Poin ده اللي هو مستخدم اكتر في مصر ومستخدم اكتر في الخليج. تمام? الففتين بوينت سيبن برضو يستخدم في الخليج اكتر من مصر الوينت ناين النادلة ما بتلاقيه بس موام. تمام؟ فدي اكتار سابتة بتاعت الحديد ده. بس لو نبقى انهي كتر منهم على حسب السوق بتاعك اللي موجود في البلد اللي انت عايش فيها. يعني لو في مصر هتلاقي الففتين بوينت تو فور. تمام? فعلى حسب برضو اه الحسب المشروع للشارع عايز منك انهي كتر تستخدمه. او على حسب المتاحة. مسلا فممكن تلاقي في السعودية مسلا ففتين بوينت سيبن موجود فانتستان وففتين بوينت سيبن وهكذا. فاللي بيبقى حكمك فيه اختيارك للاقطار اللي موجود في الستوك بتاعك. لو لقيت كله بيبقى على حسب المشروع المتطربة. تمام? طيب. وزي ما فيه النومنال ديامتر في كروسكشن الاري. تمام? التولف بوينت سيبن مساحته تمانية وتسعين وسبعة. الففتين بوينت توفور مية واربعين. ففتين بوينت سيبن مية وخمسين. وتول بوينت ناين بمية. فاحنا بممكن بنقربة شوية ان البوينت فايف مساحته تقريبا ميت ملي متر مربع. والبوينت سيكس انتش مساحته تقريبا مية واربعين ملي متر مربع. تمام? طيب. الويت ده بيبقى مساحة المتر الطولي. اه اسف. اه وزن المتر الطولي من الحديد ده. طب انا بستخدمه ايه? دي حاجة في التصميم انا بستخدم بيها الكريتيريا ديت على اسال. اقدر احدد فيها وزن. اللي انا محتاجه في التصميم. انا باجي بصمم بحط بحط الحديد دوت. بيبقى عندي في اللوحة او في المودل اللي انا بصمم بيه بالمتر. طيب. انا عايز اعمل طلبية. الطلبية بتاعتي بيت كيلو. فبدل ما انت تشوف الجامة بتاعت الحديد وتضربه في يعني تحول الطول. اه وتضربه في وتضربه في الجامة وبعد كده تقسمه على يعني اللف اللفة دي كلها لأ. قالك في التكنيكال داتا بتاعت اي اه مكان بيصنع الاستراندات او بينتج البرودك ديت بيديك وزن المتر الطولي عبر. فالطولي بوينت سبن سبن فايف. وعندك الفتين بوينت وفور وون بوينت وان او تو. فانت هتقول انت مسلا عندك مسلا الف متر استراندات قطر الفتين بوينت وفور. هتضربه في فون بوينت وان زيرو اتنين فيطلع لك الف ومية واثنين كيلو. يبقى انت استخدمت الف مية واثنين كيلو في السقف ده فانت واحد واحد من عشرة. تمام? طيب. المدوس بفلسطيستي بتاعتي مية خمسة وتسعين الف نيوتن عا المليميتر اسو باي. تمام? وده كدهін اتراندات. طب. عنة عنيد تاني معانا هو الضغط او الشيطنج. تمام? الدكت دوت هو عبارة عن مصورة من الحديد او البلاستيك. النصورة ديت بتبقي حديد اه مش حديد اللي هو زي النوع حديد عادي زي حديد الصابي يعني. تمام? الميزة بتاعته انه هو بيبقى فيه نتوقات صغيرة. النتوقات دي بتعمل ما بين السيستم بتاعي ومن الخرصانة لما تتصب وبالتالي بتخلي السيستم بتاعي نائل اللي انا عايز اخليه على كل الخرصانة بتاعي. نعم? النتوقات دي طبعا دي الرسمة بس كيل بس النتوقات اتبع حاجة صغيرة جدا يعني. سواء الرسمة الرسمتين دول سكيل يعني. اكي? طيب. زي احنا قلنا في نوعين النوع الفلات نوع الراوند. تمام? بيبقى شكل مبطط وشكل مدور. نعم? الشكل مبطط دوت بيستخدمه في البلطات والشكل المدور ده بيستخدمه في بعض انواع من البلطات وبستخدمه فيه الكاميرات زي ما احنا هنشوف قدام. بيبقى فيه منه نوعين النوع البلاستيك والنوع الحديد. تمام? استخدم اني واحد فيهم على حسب برضو اللي موجود في السوق بتاعك. بس الاستخدام بتاعنا بنسبة كبيرة قوي 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 هنا مسلا في مصر او في دول الخليج. الحديد. والحديد بيبقى افضل كتير من البلاستيك. تمام? لكن لو في بلاستيك او المكان انت فيه مفهوش غير بلاستيك فانت بتستخدم بلاستيك. تمام? طيب. اهم بعد الستراند هو الامبر. او اللي هو الحديد الزهر. تمام? بيكون لي القالب ده. تمام? ده بحطه في اول في مقدمة السيستم بتاعي. ده بيبقى هو الملامس للفرصانة. اول حاجة يعني اول حاجة بتشوفها جواه الفرصانة ده. تمام? بيبقى فيه منه شكل مبطط زي اللي موجود في السورة ده. وفيه منه شكل دور زي اللي موجود في السورة دي. تمام? ايه هي الميزة بتاعته? بتاع كده ده. قالوا عندي ده الطرف بتاع الخرصانة. وده الانكر بتاعي. وده قوة الضغط بتاعة اللي انا بعرضها للخرصانة. تمام? فاحنا شفنا ان الستراند بيشيل الف وتمنمية الالتميت بتاعه. الف وتمنمية وستين ميجا بسكال. تمام? وبالتالي ده لو انا اضربته في مساحة المقطعة هيدي لي الفورس. وبالتالي تخيل كم الفورس اللي بتتعرض للخرصانة في المنطقة دي. لو الخرصانة مش محمية في الحتة دي فالخرصانة بيحصل لها دامج. بتتكسر. لان دي فورس كبيرة جدا. تمام? وبالتالي. علشان احمي الخرصانة من اجهادات الضغط دي. او بمعنى احمي الكبر الخرصاني من الدامج. والفورس دي تتوزع بشكل افضل. فبستخدم الكست دوت. او الانكر دوت. الانكر ده بيبقى فيه زي الرياش دي. تمام? الرياش دي بتعمل لي للخرصانة بتاعتي. وبالتالي لما الخرصانة بتاعتي. بتعرض لكود ضغط. بتبدأ الرياش دي ترزيست معايا. وبالتالي الخرصانة بتاعتي ما يحصل لهاش حاجة. في نفس الوقت بيبقى فيه هنا حديد بنحطه على عند القص كده بنسميه. او الاند بلوك وده يعني محتاج محاضرة لوحده. يعني دي يتوبت كبير قوي. بس التسليح دوت مع الانكر دوت. ما بيخليش الخرصانة تتعرض لدامج نتيجة الكمبرشن استرس العالية اللي انا باعرضها لها. وبالتالي تمشي جوه الخرصانة. من غير ما تعمل ده. فدي الاهمية بتاعة الانكر. ان هي ما بتعملش دامج للخرصانة بتعمل مقاومة عالية للبيرنج بتاع الخرصانة عند الشكل. وبالتالي حاجة تانية هنستنتجها من اللي انا قلته. ان المكان اللي نلاقي فيه الشكل ده. يبا هو ده المكان اللي انا هشدي فيه السترندات. وهو ده المكان اللي عليه كوت الضغط. فلو لقيت دوت او الانكر ده والانكر الجنبه والانكر الجنبه فانعرف ان الحتة دي هي اللي هعرضها للسترس بتاع الضغط. طيب. عندنا نوعين طبعا فيه فلات آآ ضغط وراوند ضغط طبعا هيبقى فيه فلات انكر وراوند اكت وانكر زي ما احناش قلوه. الفلات انكر باستخدمه فيه البلاطات. علشان اتخانة بتاعة البلاطات صغيرة وبالتالي انا باستخدم الفلات انه ضطت الطول دوت بيبقى طول صغير ممكن احط البلاطات. الكباسة بتاع الفلات دوت بيبقى من اتنين لغاية خمسة ستراند. اول ما عدي دوت باستخدم الراوند. الراوند برضو بيعمل نفس الحاجة اللي بيعملها الفلات. هو نفس الكونسبت نفس كل حاجة هو بس الشكل بتاعه متغير. ساعات بيبقى جاي بالشكل ده ساعات بيبقى جاي بنفس الشكل بتاع البلات بس براوند. تمام? ده بيبقى فيه ستراندات كتير جدا نقدر احط ستراندات تلاتة ستراند. آآ ممكن احط تلاتة وخمسة في على حسب يعني المنطب فيه بقى بيستخدم فيه سبعة ستراند وتسعة وتماشر وخمستاشر وتمنتاشر. يعني الكباسة بتاعي في الستراندات بيبقى عالي جدا. تمام? طيب. الانكورز دات لها تصنيف تاني. في تصنيف اسمه المالتي ستراند انكور والمونو ستراند انكور. طيب. المونو ستراند انكور آآ ده بستخدمه في البلطات كالس جنرول. تمام? والبلطات كالس جنرول بستخدم فيه نوعين. الفلات اللي احنا شوفناه في الاول ده. تمام? اللي انا بقدر احط فيه من اتنين لخمس ستراندات. وفيه اللي هو ده. ده عبارة عن قصد معمول لبلطات معينة صغيرة من ستتاشر ملي لتمانداشر ملي. وآآ برضو من امانة العلمية لو احنا شوفنا بلطات ستتاشر سنتي او تمنتاشر سنتي مش مفضل ان احنا نعملها حتى لو احنا نقدر نعملها بالانكور دي. فاحنا ما بنعملهاش لاسباب كتير او في الدزاين بتمنعنا ان احنا نعمل بلطات دي بتبقى بلطات ضعيفة جدا. تمام? ولكن لو لو يعني دعت الحاجة ان احنا نعمل بلطات دي بجيه سترنت فتنستخدم بالانكور ده. الانكور دوت كبست بتاعته هو واحد ستراند يعني انا قدر احط هنا ستراند واحد بس. تمام? طيب. فده اللي هو بيبقى بتسميه منو انكور. يعني بنسمي اللي هو فيه واحد ستراند مونو انكور. وبنسمي الكستات او الانكورات اللي احنا بنحط اللي احنا بنحطها في البلطات بنسميها المونو ستراند سيستم. تمام? هو الانكر هو الكست. لو لو توني بيقول الكست هو الانكر والانكر هو الكست. تمام? طيب. المالتي ستراند دوت انا بستخدمه في البلطات الكاميروت. ان انا بعدل خمسة. فطالما عديد الخمسة ستراند او ما بستخدمه في الكاميروت بستخدمه المالتي. تمام? يبقى انا عندي تصنيف الفلات والراوند على حسب انا بستخدمي. على حسب شكل الانكر والكبست بتاعه في وعلى حسب مونو سيستم ولا مالتي سيستم. المالتي بستخدمه في الكاميرات والمونو بستخدمه في الباطل. الشكل نرجع تاني للتسمية ان احنا كنا بسمين فيها حاجة اسمها او احنا قلنا ان احنا لو شفنا في السقف واحنا بننفذ القاص ده موجود قدامي فنعارف ان المكان ده هو المكان اللي فيه الفورس. المكان اللي فيه الفورس بنسميه او طيب فترة ما فيه ففيه مكان تاني مش اقدر اشد فيه الكابلات اللي احنا بنسميه طيب هو عبارة عن الشكل دوت. انا باجي لو دي الخرصانة بتاعتي وده الكابل بتاعي وده القاصد. فباجي عند النهاية بتاعت الكابل دي بعمل الشكل دوت. الشكل دوت باجي عند بركب فيه ده. ده بسميه البصلة او الانيون او هو عبارة عن ان انا بفتح في الستراند. ازا احنا شايفيه نرجع تاني للستراندات. شايفين الشكل دوت بحط في بحط في الحتة دي مكانة. المكانة دي بتخش هنا وبتبدأ تفتح لي تلف الستراند وبتعمل الشكل اللي هو بتاع البصلة. بتبدأ تفتح في الستراند وبتعمل الشكل دوت. طب الشكل دوت ايه الفايدة بتاعته? لما باجي بصد الخرصانة الخرصانة بتبدأ تخش في الحتة دي. تمام? اللي هو الشكل ده. تمام? فبتعمل كتلة خرصانية اول ما باجي بشد الستراندات بتمنعلي الستراند ان هو يدخلع من مكانه نتيجة كوت الشكل. تمام? فالكتلة خرصانات دي بتمنعلي الستراند ان هو يخرج من السيستم. لان لو خرج من السيستم فانت كده محققتش فورس. فالفورس دي ملهاش لازمة فانت محققتش كون سبتم بريسترسم. تمام? وبالتالي الكابل بعمله حاجة اسمها وحاجة اسمها اللي هي البصلة او وده مستو ما هو الا ان انا بركب في القطعة اللي هي اسمها الوجي. وطبعا في منه فلات وفي البلاطات والراوند اللي هو في القامرات. طيب. ايه هو الوجي اه? الوجي ده مهم جدا جدا بيساعد في نقل الفورس. ليه? هو عبارة عن شكل مخروطي ما بيبقاش زي القصد كده حاجة بتصب على بعضها. لا. هي بتبقى عبارة عن قطعتين او تلت قطع. هو بيبقى ده الشكل موجود دوت عبارة عن آآ قطعتين. ممكن بيبقى فيه تلت قطع زي الوجي ده. ادي قطعة اتنين تلاتة او قطعتين زي دول. وفيه بينهم زي آآ كده. بيبقى حديد آآ او آآ الميزة بتاعته في ايه? نفس الخرصانة بتاعتي. تمام? ودي. طرع من الخرصانة هم? تمام? طيب. احنا قلنا ان احنا لما بنيجي بنشد بنعمل اللي هي بتبقى موجودة هنا في نهاية الخرصانة الناحية التانية. علشان ما يطلعش برة الخرصانة. طيب. انا شديت الستراند بالفورس بتاعتي. بتنشان فورس. تمام? طيب. اللي يدمنى ان الفورس دي ما تتبددش هنا. اللي يدمنى ان الفورس تبدأ توصل في الخرصانة الوج. الوجي بيعمل ايه? بيجي على الستراند وانت بتشده يبدأ الجزء ده بيفتح. الجزء ده بيفتح ويقفل على الستراند وهو في الوجي بحيس ان يحصل لك الستراند في الحتة دي وبالتالي الفورس تفضل موجودة في الستراند. لان انا خاف ان طبعا الفورس كبيرة جدا. فالفورس لما تيجي تشد بالستراند كأنك بتشد في اسلك. تمام? ممكن اسلك يتقطع. فراشان اسلك ما يتقطعش. الوجي دوت بيبدأ يقفل على الستراند. لما يقفل على الستراند. بيعمل زي فرما في الحتة دي بتخلي الفورس بتاعتي تبقى ماشية في الستراند بتاعي. فدي فايدة الوجي وفايدة مهمة جدا جدا جدا. تمام? وبالتالي احنا عندنا كده الكمبوننس بتاعتنا. اقضي الوجي. وادي شكل. تمام? ده المنظر الكامل دوت هو منظر الكابلت بتاعي. المنطقة دي. دي اللايف اند فيه القاس والوجي بلايد. والوجيات. وده الضقت. وده الديد اند. وجوه هنا الستراندات. لو خدنا ادي الديد اند. و ادي الديد اند. تمام? طيب. فكل الكمبوننس الخامسة اللي احنا عكينا عنها دول. ده بنسميه الكابل. وده السيستم بتاعي اللي انا بعمله فورس بالجاك علشان اعمل الكمبريشن سيستم. تمام? الجاك هو دوت عبارة عن الجاك هو عبارة عن بيستن ليتحرك. بحطه جوه الكل ستراند. هنشوف فيديو. الفيديو دوت فيه التنفيذ هنعرف فيه ازاي ويتشده كده. بحط جوه الستراندات سواء النوع المالتي ونوع المونو. تمام? وابدأ اشد الستراند. الكنسيبت بتاع البيستراند بيكون ازاي? ان انا. ده الخرصانة بتاعتي. وده الستراند بتاعي. بحط الجاك بتاعي هنا. تمام? الجاك دوت بيبدأ. يشد الستراندات بتاعتي. فالستراند بيبقى عليه كوت شد. تمام? وبعد ما بوصل لكوت الشد اللي انا بقولها للعامل يعني في الموقع. ودي كوت شد تصميمية يعني. بيبدأ يعمل لي هنا على الخرصانة اللي هي كوت الضغط. فده المالتي ستراند ده بشد به مجموعة الستراندات مع بعض. ده بستخدمه في الكاميرات. وينزان ض ده في الكاميرات الكميري. ودوت بستخدمه في البلطات. بلطات كلها ممكن استخدمه كمان في الكاميرات. بس اللي بيستخدم فيه الشد طيب بعض المسترحات اللي احنا نستخدمها فيه او بنسمعها سواء في التنفيذ او التصميم فيه الpost tension وهي الpretention والpost tension الفولي pre-stressed والparture pre-stressed البندد pre-stressed والنبندد pre-stressed والانترنال pre-stressing والاكسترنال pre-stressing طيب الpretention والpost tension الpretention اننا السترندات بتاعتي بشدها بعدين بصب الخرصان بشد السترندات الاول بعد كده بصب الخرصان عليها طبعا الكونسب دوت بستخدمه فيه الحاجات الجاهزة اننا مثلا في مصنع وبعمل بوكس اكشن pre-stressed او مثلا بعمل كاميرات جاهزة في المصنع فبعملها pretention وبطلع ركبها وبالتالي بستخدمها في ال units اللي هي بتبقى جاهزة في المصنع ان انا بخدها بس واطلع ركبها وبالتالي بستخدمهاش في المواقع بمعنى صح تمام طيب فمثال ال pre-cast units هو برضو خلينا برضو نقول معلومة كده اني مش دازم ال pre-cast يبقى pre-stressed ال pre-cast ممكن يبقى RC عادي متسلح فرصانة عادية تمام طيب التنفيذ بتاعه اللي احنا نشوفه في الفيديو ده ده عبارة عن زي شدة بتتعمل بنسمين ده ده اللي اسمه بد تمام ده اللي لو انا ببدأ احط اه الفز عادي اليونت بتاعتي بعد كده ببدأ ان انا احط ال strandات بتاعتي في بد ديت زي ما يمكنك كده بعد ما حق ال strandات بتاعتي افل عليها بالانقل افل عليها بالوجه بعد كده شد بيبدأ هنا في الحتة دي بيشد strandات بدعتي ممكن يشدها يشد strand strand او ممكن يستخدم اللي في الصورة اللي في الظهر دي ده هو بيبقى ده ده بيبقى حاجة زي ناوتي آفر كده ناوتي آفر كده بيستخدم آآ ان هو يشد strandات مع بعض بيبقى زي آآ آآ قبط من كده بيتحط فيه strandات والقبط من ده بيرجع الورا على حسب كوة الشد تمام او ان هو زي ما بيعمل كده في الفيديو ان هو بيتحقق ان انا بشد strandات قبل ما انا اصب الخرصات وهو ده اهم حاجة سواء انت هتشد strandات كلها سواء انت هتشد strand strand اهم حاجة ان انا strandات بتاعت تكون مجدودة قبل ما انا اصب الخرصات بعد ما خلص بيبدأ ان هو يسب الخرصات بتاعتي واستناها ان يتتسلط بعد كده بيبدأ يبدأ ان هو يقطع السترندات تمعا نازل الخرصانة دي تبقى متسلطة من فاشن هو يقطع السترندات قبل ما تبقى الخرصان متسلطة لان لو هتعمل ده متزور قطعك انك انت ما عمدتش اي حاجة تمام وبعد كده خلصت انت دخلت خلصت الحاجة بتاعتك بتبدأ تاخد الين دي بتحملها في المصر تالي حاجة هي والبوست ده هي الحاجة اللي احنا نستخدمها كلنا في او اللي احنا عارفينها كلنا او اللي احنا لما بيجي مسلا نقول لحد انت شغال ايه في التنفس ايه تمام هو ان انا بشد بعد الخرصان تمام يعني انا باجي اصب الخرصانة بتاعتي خوة بنفز عادي جدا ببدأ ان انا اصب الخرصانة على الكابلات بتاعتي بعد كده ببدأ اشد ده اللي انا باستخدمه تقريبا في معظم ان لم يكن 95% من الانشآت بتاعتي سواء ان انا باستخدمه في العمار السكنية او معنى اصح او ان انا ساعات باستخدمه في الكباري تمام ان انا بيبقى فيه في المواقع بتاعت الكباري لو حد نزل مواقع كباري او شايف الكباري جديد اللي بتتعمل بيبقى فيه زي مكان فاضي المكان فاضي بيبقى معمول فيه شدة جاهزة بيبدأ ينفزه فيه القمرا بتاعتك سواء ان انت بتعملها او بتعملها قمرا عادية او كده وبيبدأ ان هو يصب الخرصانة برا على الشدة وبعد كده بيبقى يشد وبياخد اليونت ويركبها فيه الموض فانا باستخد في وفي المباني بتاع تمام طيب هنشوف تنفيذها عامل ازاي وبيتكون من بيتكون من حاجة اسمها وحاجة اسمها بس احنا هنشوف مع بعض الفيديو ده وهنشرح ه سوا تمام اول حاجة خالص وده فيديو يعتبر ان انا بشرح فيه التنفيذ ايه طيب اول حاجة في الموقع خالص ان انا بجيب الاستراندات بتاعتي طبعا قبل اي حاجة قبل مطلب طلبية الاستراندات قبل مطلب اي حاجة انا بيبقى عندي تصميم التصميم بتاعي دوت بحول لشوب دروينج وان شاء الله يعني هيبقى فيه شرح للشوب دروينج الشوب دروينج دوت بعرف بيه الناس في الموقع فين مكان الكابل فين اا فين مكان الكابل بالزبط في السقف طوله قد ايه اا الطول بتاعه ما بيبقاش هو طول اللي هو من الشدة للشدة لا بخرج منه جزء زي ما احنا هنشوف في الفيديو علشان اقدر اشد الكابل دوت عليه او استطالة قد ايه زي ما احنا هنشوف برضو كل الداتا دي بنقلها للمهندس بتاع الموقع وبالتالي بيعمل ايه بيطلب الطلبية بتاعتي في الحديد احنا اقول الاسترانداد بتاعتي حتى لو هي جاية ببقرات لازم اطلبها بالطن زي الحديد ويطلبها بالكتر اللي انا محتاجه وبالتالي ادي اول حاجة خالص العامل بيجيبي البقرة تمام بيبدأ يفك البقرة بتاعته بيبدأ ان هو يفك بي الستراند تمام بيبدأ يقصد بي او يطلع منه استراندات اللي هو عايزها في كل كابل مثلا الكابل اللي معين فيه اتنين ستراند يبقى انا الكابل رقم واحد مثلا عليه اتنين ستراند الستراند الواحد طوله عشرين متر فبيقطع بطول عشرين متر او الطول اللي جايل فيه لوحة تمام بيبدأ ان هو يقطع الستراند بتاعتي اهو هو قطع الستراند وقال والله الستراند دوت طوله كزا فده هيستخدمه في معين بعد ما بيقطع الستراند بيبدأ ان هو يشلها ويجهزها يعني هو في الموقع الخطوات ممكن تختلف ولكن الكون سبت واحد بيبدأ ان هو في الموقع دوت بدأ ان هو يشيل كل ستراند او كل ستراند هيستخدمها في كل كابل اللي هو جايله في لحة الشوبرون عشان يقدر ينفزها فيما بعد ويبدأ ان هو يعمل الديد اند ممكن يعمله في النهاية بتاعت الستراند عادي او ان هو بيجيب اه حاجات منفصلة ويركبها على الستراند الاتنين واحد دي المكينة اللي احنا قلنا عليها ان هي بتعمل الديد اند نرجع كده ورا شوية بتبدأ المكينة احنا نشوف كده تاني بتعمل ازاي شايفين شايفين المكينة بتبدأ بتتحط في النهاية بتاعت الستراند وتبدأ تفتح في الستراند عشان تكون الشكل بتاع الانيون او البصلة تمام بعد كده بيروح فاكك الستراند وده كده يبقى الديد اند اللي انا هحطه على كل طبعا بيقيس طوله لان هو المفروض ان كل منتج على حسب منتج اللي انا بيستغل بيبقى ليه اطوال معينة تمام بيبدأ ان هو الخطوة دي بتسميها خطوة العلام بيحدد مكان الكابل بتاعه بناء على اللي حضرتك بعته للموقع بيبقى فيه ابعاد ابعاد بتنسب بيها الكابلات وهو في الموقع بيبدأ يعلم مكانه فيه الشد الخجوع بيعلم بخط علام ايا كان التعليم بيبقى بيحدد مكان الكابل بتاعه في نفس وقت هو بيحدد مكان القص بتاعه هنا يعني في الموقع هو الخرم اللي هو عام ندوت هو عبارة عن المفروض ان احنا لو لو ركزنا في شكل القص القص بيبقى فيه مكان صغير فيه مصمار علشان تقدر تسبت المصمار دوت في الشد الخشب ممكن تسبت المصمار ده في الشد الخشب على طول او المفضل انت بتعمل فوم زي اللي موجود في الصورة دي فوم بيتحط في الوش كده تمام مكان القص ده اللي بيتعامل في الموقع تمام طيب بيبدأ يحط بعد كده بيتيبه مع القص بعد كده بيحط الحديد التسليح ده حديد التسليح ده اللي احنا اتكلمنا عنه في شرح القص اللي هو بنسميه ودوت بيساعد مع القص في مقومة الضغط بتاعة كوة البريست علشان الجنب بتاع الخرصانة مايكسرش من كوة الضغط بعد ما هو بيحط الضغط بتاعه في المكان اللي هو علم فيه للسرندات طبعا الضغط دوت بيبقى ليه اطوال معينة فلما بيجي مسلا بيعجز معايا طول الضغط بيبدأ ان هو يعمل زي واصلة وبيتيبه بتبدأ بيبقى قوي يعني مش مجرد لازق او شكرتون بيلزق ولا هو بيبقى قوي بعد كده بيبدأ ان هو يحط بتاعة الكابل ده اللي هو اطعه في الاول وبنسميه تدكيك ان هو بيحاول ان هو يدخل ده في الضغط من اخر لغاية ما يطلع من القص زي ما انتوا شوف دلوقتي ده كده بيدك الكابلات ده هو كده طالع من للشدة المفروض اصلا ان السقف منتهي عند الشدة دي فالمفروض الكابل يوم انتهي طوله عند الشدة دي لا انا بطلع مسافة معينة من علشان ابدأ اخط فيه بتاعي وابدأ ان انا شد بنسميه دوت طول الشد تمام بيبقى في حدود من تلاتين سنتي لخمسين لستين سنتي المستخدم او في المواقع من اربعين لخمسين سنتي والاربعين سنتي بتبقى كافية ان انت تحط السندوق التلاتين برضو بتبقى كافية على حسب الموقع المعدات اللي انت شغال بيها والجاك اللي انت شغال بيه بتحدد طول الشد الاضافي تمام انما هو بيبقى متراوح ما بين تلاتين وما بين ستين سنتي وهو كده دكك الجو الكاب جو وطلع من الناحية التانية تمام بعد كده بيبدأ يعمل الشكل اللي احنا هنتكلم عليه في الشرح المانول شكل الكاب تمام بيبدأ ان هو يستلم هو كده في المرحلة دي بيستلم الضغط مع دي اول مرحلات استلام بيبدأ بعدها بيحط الكراسي الكراسي دي بيحطها على مسافات معينة بتتحط كل متر او في المسافة اللي هي جاية لف روحة والكراسي دي بتكون شكل الكاب الكاب زي ما احنا هنشوف كمان شوية ما بيمشيش بيمشي على حسب ما ما بيبقى عامل حسابه بكورس بيبدأ ان هو يربط الكراسي في الدق وبيبدأ ان هو يكون شكل الكاب او اللي احنا بنسميه البروفاير بعد كده بيبدأ ان هو يحط المواسير دي المواسير دي بيحطها على كل مسافة طبعا هو بيحطها في القص لان احنا زي ما احنا شفنا في شكل القص سواء بيبقى في فتحة الفتحة دي سميها فتحة الجراوت هي مادة هنشرح في البندل والانبندل ليه بنصب الجراوت ويه هو الجراوت بس عشان تصبه بيبدأ من عند القص بتاعي بيحط زي خرطوم ده خرطوم عادي بلاستيك بيصب هنا الجراوت تمام وبيحط زي ما احنا هنشوف كده كل مسافة الجراوت دو ايه بيحط كل مسافة الخرطوم دو ليه بيحط كل مسافة علشان هو هيجي يصب الجراوت ناحية القص زي ما هو عمل في الاول طيب هيعرف منين الجراوت دو ملأ الكبل كل مسافة بيحط خرطوم اول ما بيلاقي الجراوت بدأ يطلع من الخرطوم فهو الجراوت ملأ الحتة دي فبيبدأ يقطع الخرطوم لغاية ما بيوصل لنهاية الكابلة زي ما احنا هنشوف دلوقتي كده هو جهز الساف بتاعه حط التسليح حط التسليح حط الكابلات حط الكراسي وكون شكل الكابل بنسميه بروفايل اه كون البروفايل بتاعه اه هيبدأ بعد كده ان هو يصب الخرصات نفقول ان احنا بعد ما نخلص الكابلات نفقول احنا بنحط الحديد العلوي حديد الكلام ده هو كده خلص وبيبدأ ان هو يصب الخرصانة بتاعته بعد ما بيخلص صب الخرصانة مسلا نعمل كده المفروض ان هو بيستنى الخرصانة بتاعته اه تتسلق تماما وبيبدأ ان هو ياخد عينات من الخرصانة اه قبل طبعا ما يصب علشان يشوف اذا كان تحقق المقامة ولا عادي زي الخرصانة الارصي وبعد ما بيبدأ ما بيسب الخرصانة بيستنى لما بتتسلق وبتبدأ ان هي تاخد كوز المقامة بتاعتها زي ما احنا هنشوف وبيبدأ بعدها ان هو طبعا بعد ما الخرصانة وصلت الاستسلق بتاعها بيبدأ ان هو يشيل الفون علشان يبدأ يحط الوج بتاعه ويحط الوجات بتاعته زي ما هو عامل كده هو او بيشحم الوج عشان يعرف يدخله بنستنبع كده بيحط الوج بيحشره كده لغاية ما بيوسط دي الوج بلي بعد كده بيعلم حتة صغيرة كده ليه بيعمل الحركة مفروض ان انت عندك طول الستراند تمام بطول الشد بتاعنا طيب الديزاين بتاعنا بيبقى الكابل او اللي طالع من ديزاين بيبقى كل كابل ليه استطالة علشان نعرف اذا كنت انا حققت الاستطالة بتاعتي او لا بيبدأ ان هو يعلم مكان كده معين ويشوف طوله قبل الشد وطوله بعد الشد والله لو هو جاب الاستطالة اللي موجودة في الديزاين بتاعي خلاص يبقى كده الكابل ده محقق الفرصة بتاعي لو هو مش جاب الاستطالة بتاعتك يبدأ ان هو يشوف الليمت بتاعه المفروض ان انا بحقق استطالة ازيد او اقل سبعة في المية او ده كود امريكي او عشرة في المية ومينس خمسة في المية في مواقع بتمشيها عشرة في المية مهم وبالتالي انت بتقدر ان انت تعمل على الحاجة اللي هو بيعملها هو بيبدأ ان هو دي عملية الشكل تمام هو دخل تعال نرجع وارك شوية هو دخل في الواحد الجاك دوت بيبقى فيه تمام ترجع بمسافة بنفس الطول ده يعني مسلا لو الطول ده من هنا ثمانين سنتي فهو الارمي دي بترجع كلها مسافة ثمانين سنتي تمام بتحدي الجاك دوت متوصل بعداد ورا هنا ما عارش بقى زكا الفيديو ده هيبقى جايب اول عداد اهو تمام بيبدأ ان هو يشد يبدأ يدوس علشان يشد يشد المفروض فرصة الشد بتاعتي بتترجم في بورقة معيرة طبعا الجاك دوت ازم بيبقى متعاير كويس جدا هو علشان ما يحصل ايروس في الرياض فبيقول لي والله بعد المعيرة ان الفورس اللي انت هتشد بيها دي مكافأة لكذا بار في العداد دوت فبيبدأ ان هو المهندس او العام اللي هو بيشد بيبدأ يدوس يدوس على الغاية ما يوصل للبار بتاعه اول ما يوصل للبار بتاعه فكده هو وصل للفورس بتصميم اللي انت اصلا مصمم عليها باش مهندس تمام زي ما انت شايفين كده بيبدأ ان هو يشد بعد كده يعمل وبيشد strand strand بعد الارمود ترجع كده اول ما بيرجع هو ده الشد بتاعي بعد كده بيبدأ بقى مقرير الشد تمام لو خدنا بالنا كده المفروض انهو ما بيبقى الكابل الواحد طبعا ما بيبقاش فيه strand واحد طبعا على حسب التصميم مس الكابل مسلا بيبقى فيه strand دين ثلاثة اربعة خمسة هو بيشد strand strand وبياخد اراية كل strand طبعا في الغالب الفورس بتبقى ثابتة تمام وبالتالي اللي بيتغير عندك elongation بياخد ارايات كل strand elongation بتاع وصل ايه وبيقرنه بال elongation التصميم التاع طبعا المسلا كابل فيه اتنين strand الاولاني جايب وال strand التاني جايب فالكابل كله الاستطالة بتاعته x زائد y على اتنين فكده انا جبت الاستطالة بتاعت الكابل كله بقرن الاستطالة دي بالاستطالة التصميمية بتاعت الكابل اللي انا مصمم عليها وبقرن والله لو انا الاستطالتين زي بعض خلاص يبقى انا الكابل كده تمام الاستطالة دي جابت ازيد سبعة في المية او عشرة في المية وبالتالي برضو تمام اا اننا يعني جابت اعلى فانا شدد بفرصة اعلى فما فيش مشكلة لو جابت اقل من سبعة في المية لو انا شغال بقى سالب سبعة في المية او سالب خمسة في المية او لو سالب عشرة في المية اللي هو يستخدم في معظم مواقع فكده بيبقى فيه مشكلة برجع تاني للتصميم وعدل التصميم بتاعي حيس اننا اشوف النسبة الاوليرة ديت سبب هتأثر معي في التصميم ولا لان خلص لما تشد وفي استطاقة جابت اقل من عشرة في المية فبالتالي في مشكلة فببدأ ان انا عدلنا في التصميم واشوف المشكلة ديت هتأثر عندي ولا لو معصرتش يبقى تمام بيبقى فيه بروسيدور يعني بيكون بعد كده بعد ما بخلص الكابلات بتاعتي بعمل حاجة اسمها تقرير شد لان ده الاستشاري بيعتمع بتاعنا هو بيكرر عملية دي في كل كابل بعد ما بيخلص خالص بيبدأ ان هو يقطع بقى البطول ده هو مش محتوي خلاص بيبدأ يقطعه بعد كده بيبدأ يسب الحتة الصغيرة دي خرصانة ويقفلها فخلاص كده يبقى انت عملت لكن لسه الموضوع مخلصش لان انت لسه محققنتش 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 محقق دي هو عبارة عن مادة اسمنتية تمام بيبقى ليها مواصفات في الكود وليها نسب في القوطة لازم ان انت تتحققها زي ما هي موجودة في الكود ولازم تبقى المادة دي معتمدة من الاستشاري ومحققها مواصفات الكود المصري او اي كود انت بتشتقل عليه بالخلطة بتاعتك هي بتدخلت زي زي الخلطة الخرصانية كده بالزبط تمام بعد كده بيبدأ ياخد المادة دي وبيبدأ ان هو يسبها في الحتة اللي هو طلع منها الخرطوم الخرصان الخرطوم بتاعي كاسف الخرطوم بتاعي اللي هو البلاستيك او بيبدأ هو بيسب من ناحية اللي احنا ركزنا مع بعض هو بيبدأ الصب بتاعه من القصد بعد كده بيبدأ ان هو يطلع من حتة يبقى الحتة دي تمالت خرصان اه قاسف تمالت بعد كده بيبدأ يقفل الخرطوم اه دي الحتة دي كده تمالت يعني انا لما اجي الاقي ان ده بيطلع من الحتة دي فده معناه ان الحتة بالكابل ده اتمالة جوه خرصان فبيبدأ ان هو يقفل الخرطوم بتاعه ده عم بعد كده خلاص كده هو نفذ الممند ايه بقى قصة ده احنا قلنا قبل الفيديو ده ان في حاجة اسمها وحاجة اسمها الان البند اللي انا بستخدمه في الغالب في مصر هو اللي احنا شرحناه في الفيديو دوت ان انا بعد ما بصب بعد ما مخلص تنفيذ الكابل بتاعي بصب فائد دوت ان هو بيحميلي بتاعي ان هو يصنيه نفس الوقت بيخليلي السيستم بتاعي كله شغال حاجة واحدة ان دوت حاجة خرصانة مادة خرصانية مادة اسمانتية فبتتسلط فانما بتتسلط بيمسك بيخلي كلها في بتاعتي اللي هي الكابل بس الاهمية بتاعته المهم الاهمية بتاعته او الحاجة اللي هو بصبها جو الكابل علشان ان انا بحمل خرصات بحمل بتاعي من الصدق يبقى دي اسئلة انتريفيو اسئلة لازم تبقى انت يعني او حاجات لازم تبقى انت تفاهمها وعارفها بحاجات ثوابت يعني بيحصل وفي نفس الوقت بيبقى الشكل اللي احنا شرحناه في الفيديو اللي فات دوت والجراوت ده مستو ان انا بحافظ على الخرصانة من الصدق بحافظ على من الصدق زي الدكت الدكت بيحافظ اللي برضو على من الصدق بس الدكت وانا بحافظ على من الصدق هو الدكت ستيل فيه هوا والهوا بيعمل صدق ده نعم الدكت ده بيعمل مبين الخرصانة علشان لما ييجي ينقل الفرصة يتنقل كيونة كاملة الخرصانة ولكن الهدف من الدكت برضو حماية من الصدق ولكن هو الواحده بشكفاية لازم ان انا اصب جوا الدكت علشان برضو يعمل حماية من الصدق الصدق طيب ده بنسميه البوندد ده اللي احنا بتستخدمه في المصر والخليج بالاستشاق بتاع العادي خاص مم ده اللي هو طيب برضو بتستخدمه في مصر بس جدا اللي هو لأ انا مش هستخدم تمام انا هاجي على كل ابدأ ان انا احط فيه مادة شمعية بشحم بمعنى صح وبعد كده بحط الدقت بتاعي سواء الدقت ده بيبقى سواء ان هو بيبقى بلاستيك سواء ان هو بيبقى حديد زي ما احنا ما شرحنا كده بيبقى كل فيه دقت على قده وبيبقى الستراند بتاعي متشحم وبالتالي اللي بيحافظ لي على الستراند من الصدى هو التشحيم اللي انا بحطه في الستراند وبالتالي بيبقى كل بيبقى ليهم قصد واحد مجمع كل الستراند دي او بيبقى كل لقصد الواحد اللي هو المونو اللي هو الساعة بتاع الواحد اللي احنا شفناه في شرح الانقوم طمام يبقى انا عندي الفرق بال ان بعمل فيه ده بشكل مختصر جدا جدا طب الفل و معناه ان ما بسمح ان انا الاقي عندي الخرصان يعني انا بيعمل تصميم بتاع الخرصاني ان هو ميبقاش ودي كرايتيري التصميم يعني الفول بريس في التصميم فالل يعني ان انا ما بسمح بوجود شروف الخرصات. وحاجة كمان ان انا بخلي الكابلات بتاعتي هي اللي بتشير بتاعي وبالتالي الكابلات يعتبر بالنسبة لي هو الحديد اللي بتاع تمام? فما باستخدمش حديد تسليح في الا لحاجات معينة اللي هي حاجات باستخدم الحديد في حاجة اسمها تصميمها نشرحها في محاضرات التصميم باستخدم الحديد في الدفلكشن باستخدم حديد المنمي بتاع كود المصري. يعني كود المصري هو مديني حديد مينمي لازم احطه لازم احطه. انما الحديد ده ما بيه يشيلش في الحديد دوت ممكن يسهب بنسبة صغيرة جدا في ان هو يشيل في لكن تسعة وتسعين في المية من بتتشالب الكابلات في وده اللي احنا بنستخدمه ككرايتيري مصري وكود الامريكي. ان القطاع بتاعي مش مشرخ. باستخدم القطاع كله بيبقى هو يعني باستخدم بتاعي او بتاعتي. تمام? ان الخرصانة بتاعتي بعملها مشرخة. تمام? يعني مشرخة يعني ايه? يعني انا هتشيل اللي واحدة هتبقى كابلات وحديد تسليح. ودي الكريتيريا اللي انا بستخدمها في ان الخرصانة بتاعتي بعمل شرخ. تمام? الكود المصري بتاعنا بنشتغل بيه بنشتغل بالحالة به. اللي هي تمام? طيب. في عندنا حالة سبك الاجهاد التام وعندنا حالة والحالة 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 ودي بستخدمها على حسب ظروف تعرض المنشأ بتاعي. سواء ان هي اه قسم الرابع التالت التاني الاول في الجدول الاربعة حداشر. على حسب لو انا بستغل بمباني خرصانية. اه كباري. اه منشآت مائية. منشآت بترولية. صوامع. الكلام ده. لكن الحالة بتاعتنا اللي انا بستغل بيها بعناصر بتاعة القمرات والبلطات الحاجات اللي هي بتاعة المباني وكده. بشتغل بالحالة به اللي هي. طيب. اخر اه حاجة فيه الكونسبت بتاعنا واخر حاجة فيه المفاهيم بتاعتنا والاكسترنال بريسترسنج والاكسترنال بريسترسنج. طالما السيستم بتاعي جوه الخرصانة بتاعتي وبشده ده بسميه كل اللي انا شرحته دوت سواء بريتنشن بوستنشن الفولي والبيرشل حتى البوندد والأنبوندد. كل ده السيستم بتاعي ستيلج هو الخرصانة. انا بصب على الخرصانة. سواء ان انا بصب قبل الشد بصب بعد الشد. الخرصانة بتاعت بتبقى موجودة جوه العنصر وبشده. آآ آآ سوق الاجهاد الخارجي اللي موجود فيه الكون. طيب. الريبيرنج ازاي? لو انا مسلا جيت من سنة نفست سقف تمام? وجي المعماري قال لك لا احنا هنعمل الفتحة هنا. الفتحة دي لاي غرض ما. تمام? جيت انت كمهندس بتراجع التصميم بتاعك وحقيت الفتحة في مدر التصميم بتاعك. لقيت ان فيه كابلات معدية في الحتة دي. ولازم تقطع الكابلات دي. طيب. المفروض ان انا لما اجي اقطع الكابلات ديت طبعا لو انا قطعت الكابل فخلاص الفرصة بتاعتي ضع. وبالتالي انا محتاجي ان انا اعيد تاني الشد بتاع الكابلات. وبالتالي بطريقة ما بشد بتاعتي بحاجة اسمها ان انا باجي بزرع بشكل معين او انا بعمل حاجة معينة. بقدر بيها ان انا امد بتاعي واشده. والستراند بره السيستم. يعني السراند بتاعي بره السيستم. وبالتالي لما انا شدت بره السيستم بتاعي خرصة السيستم. بتاع الخرصة بشده هو بره المنشا. فكده انا وصلت لحادة الاكسترنال بريسترسنج. تمام? يبقى انا دوت انا بستخدمه من لي في اعمال الترميم والتلعيم. هو الحاجة اللي انا بستخدمها كله في اعمال الانشاء بتاعي. كل اللي انا شرحته اللي فات دوت هو اعمال الانشاءات اللي انا بشتغل لي الدزاين هندي بريف سريع كده عليه. دلوقتي احنا شرحنا ان احنا بنيجي في ان احنا بنبدأ ننفذ بتاعتنا وبعد كده بنبدأ نصب الخرصانة بتاعي. طيب. امتى ان انا ببدأ اشد الخرصانة اشد السترن داب بتاعتيه? لما الخرصانة بتوصل لحاجة اسمها الف سي يو اي. الف سي يو اي اللي هو في المرحلة الانيشيال. فاول مرحلة انا باجي ان انا بتعرض لها في التصميم بتاعي الانيشيال ستيج. الخرصانة بتاعتي وصلة لخمسة وسبعين في المائة من الف سي يو بتاعتها. والكود بيقول لي ان الف سي يو بتاعتي لازم من شرط الف سي يو بتاعتي تبقى اكبر من التلاتين ميجا بسكال. تمام? الخرصانة بتاعتي بتبقى متعرضة لحملين مني. بيبقى هي شايلة بتاعها كحامل رأسي. وبتبقى شايلة الفرس بتاعت البريسترز. يعني قادي الخرصانة بتاعتي. تمام? في الحالة بتاعت الانيشيال بيبقى عليها الان ويت. تمام? وبيبقى عليها الفورس بتاعت البريسترز. طي. في الحالة الوركينج. خلاص الخرصانة وسطة الاف سي يو بتاعتها. بدأت الخرصانة تشيل ديت لود. بدأت تشيل لايف لود. وفي فورس بتاعت البريسترز ولكن بتبقى فورس صغيرة شوية. بعد كده بيبقى بتاعي في البريسترز اللي هو ايه? انا ايه شكل الكابل اللي انا احطه جوه الخرصانة بتاعي بحيس ان انا احقق الكونسبت اللي احنا شرحناه في الاول. ان انا قلاشي او ان انا قلله واخليه وزن نيمة الكود. فاحسن شكل الكابل اقدر ان انا حققه او شكل الكابل ده ما نسميه او الشيب بتاع الكابل. هو ان انا خلي على قد مقدر شكل الكابل واخد بتاع البنينج مومنت. ليه? لان انا في الشكل بتاع البنينج مومنت. لان حطيت الكابل كده على مسافة اي من السنتر لاين. فيبقى في عندي فورس باتجاه الفورس بتاعت اللي هي البي. تمام? وايه الاي لو دربت البي في الاي. تمام? هطلع للمومنت. هتقول لي ازاي هضرب البي دي في الاي? لا الفورس اللي هو موجودة في الكابل كله هو في. فالفورس في الحتة دي? بي. لو دربت البي في الاي هيديني مومنت. طيب المومنت دوت هلاقي فيه ان التنشن تحت. والكمبريشن. سيبعه موجود كده. بيبقى فيه زي زي شكل مومنت. آآ عكس المومنت اللي موجود فيه البلاغ. فيه شكل مومنت. عكس اللي موجود في آآ الانصر بتاعي نتيجة الاحمال الرقصية بتاعي. في لاشي? طبعا هو الموضوع ما بيبقاش سلس كده. احنا بنحط الكابل بمعين. بنحاول نقربه من المومنت. لو احنا عارف نقربه من المومنت تمام. بيبقى ده شكل جدا. لو احنا حاولنا ان احنا نخليه قريب بيداش برضو. بحيس ان احنا برضو في وزن ان يبقى فيه ياما كومبريشن سترس بيور. ياما ببقى فيه زيرو تنشن. ياما بيبقى فيه تنشن قدر ان انا عمله بحدود الكود. طب. دلوقتي واحنا في المرحلة بتاعة الانيشيال واحنا في المرحلة بتاعة الوركينج. احنا قلنا اول حاجة في المرحلة ان احنا بديبقى عندنا البروفايل الكابل خاصة حطيت الكابل بالبروفايل اللي انا شرحناه من شوية. الشكل بتاعي اللي هو قريب او هو الشكل البننينج مومنت بتاع الاحمال الرأسية. بس لان اخرصان لما تتصب وبتوصل لخمسة وسبعين في المية من المقاومة من الاف سي يو بتاعتها. الف سي يو اي نشن هو يبقى فيه شط. بتاعتي هو عبارة عن ما احنا سميناها اف. هي عبارة عن. الالتمنت. لو قلنا ان ده الالتمنت بتاعي. الاف الالتمنت اللي هو الالف وتمنمية وستين. في اريا الستراند الواحد لان انا بشد ستراند ستراند. فالاف الالتمنت في الاريا ستراند فيه نسبة شد بتاعتي. طيب. نسبة الشد دي بتبقى من سبعين لتمانين في المية على حسب الليمت بتاع الكود. تمام? فهنقول مسلا احنا بنشد بخمسة وسبعين في المية. يبقى بتاعتها هتبقى الالتمنت تنسى الستراند اللي هو الف وتمنمية وستين في مساحة مقطع الستراند الواحد في نسبة الشد. فكده انا جبت طيب. انا شديت بالجاكين فورس. هل الفورس اللي بتبقى في الكابل بعد الشد بتبقى هي الجاكين؟ لأ. بعد وانت بتشد الكابلات بتاعتك او بتشد الكابل بتاعتك بيحصل اللي هي الشورت ترم لوسيز واللونج ترم لوسيز. بتقدي ان انت تقلل الاستراندات بتقلل اسب الفورس بتاعتك. الفورس في المرحلة الانيشيال بنسميها البي انيشيال. والفورس في المرحلة الوركينج بنسميها البي افكتب. وانا بشيك على الكروسكشن متاعي في المرحلة الانيشيال بستخدم البي انيشيال. وانا في المرحلة الوركينج اشتغل بالبي ووركينج. اهو ببساطة شديدة ان انت بتعمل ايه? بيبقى عندك القطاع بتاعك كده اهو. في المرحلة الانيشيال. انت بيبقى عندك شكل بروفايل مطلع لك مومنت بريسترزن. وعندك لود رأسي. لوه دابلي. وعندك هنا بي. وعندك هنا بي. طيب. في المرحلة الانيشيال بتاخد كروسكشن في الحتة اللي فيها الماكسيموم مومنت. سواء ان انت عندك في الكاميرا السيمبل بس هو واحد او ان انت عندك كاميرا كنتينيوس ما عندك نيجاتيب وبوستر. وبتبدأ ان انت تشوف النورمال اللي عليه. بيبقى عندك النورمال بحاجتين اللي هو ام في وي على اي نتيجة الاحمال الرأسية. وفي عندك بي في الاء اللي هو نتيجة تنال بي علىDay. تمام? نتيجة الاحمال بتاعت تنال زائد بي في ال сколько اللي علي العشان اا ما ال هده هو المومنت في الاي على الاي اسف والهاب المومنت البريسترز اللي هو بي في الاي على الاي. اللي احنا هي Society عندك. اا الفورس بتاعتك التي هي بي في الاي ده مومنت وعندك الام بتاعت الاحمال الرأسية وعلى الاي تمام? وعندك الام بتاع البريست ريزي برضو على الاي وعندك بي على الاي علشان ده كومبريشن فانت عندك كومبريشن اا او نورمال فورس تمام? بتشوف طبعا انت عندك القطعه تمام? ببقى في عندك في المرحلة الانيشية ده نتيجة الاحمال تمام? بعد كده بيبقى عندك نفس المثلث بس بتاع البريست ريزي النيجاتف تحت والبس فوق بعد كده بيبقى عندك نيجاتف توتل اللي هو بيبقى بي اوبر اي بي على ايه? تمام? بتبدأ تشيك على وبتبدأ تشيك على اللي ناتج من الجمع التلاتة ده. تمام? وبتقارن بتاعتك بليمت الكود وتنشع بتاعك بليمت الكود. وبتشوف والله لو انت في وزن الليمت الكود يبقى انت عديت المرحلة الانيشية بسلامة. لو انت في مشكلة عندك فدي بتبقى يعني مشكلة كبيرة اوه بتبدأ ان انت تعالجها في الدزاين وبعد كده بترجع تشيك تاني. بسعب ان انت بتعلي ايه او بتغطي ايه بتزبط الشكل البروفايل بحيس ان انت بترجع تاني تشيك وترجع تاني تخلي بتاعك نوية الكود. بتعمل نفس الحركة دي بس فيه الورك. بس اللي عندك دي ما بتبقاش الانيشية بتبقى الافكتيب. وبالتالي بتبدأ تقول البي افكتيب في التي بتعتك بتبقى الام ب시ت之. وعندك فرس ام في واي على الاي. بس المرة دي ما بتبقاش من الseen wait. بس بتبقى من الday load والlife load ده اما. وواركن. تمام? وعندك ام بس نتيجة الفكتيب. وعندك. بي عالاي. بس المرادة البي دي الهي. عبوركة. وبتشايك على وبتشايك على وتشايك على وتشوف التفوز ولا لأ. محام? ولكن الكريتكا اللي عندك في المرحلة الانيشيال بيبقى ليه? لان انت ما عندكش في الخرصانة في الاحمال الرأسية غير بتاعها. فالفرصة بتاعت في الغالب بتبقى اكبر فبتكوني اكبر فانت خايف ان الخرصانة تكسر في يعني لما بتضغط الخرصانة من كل ناحية تبدأ الخرصانة بتعمل شكل كامبر لفوق. فبتخاف ان الخرصانة تقطم في الحتة دي. فبالتالي انت خايف في المرحلة الانيشيال على مش التنشن. في مرحلة او مرحلة العكس. انت بتخاف من التنشن. انت خاف ان هو يكون لك شروخ تمام? وبالتالي انت بتشوف التنشن دوت بتركز عليه وبتشوف هل هو بتاعك ولا لأ. خود بيبقى اللي هوا اللي احنا شرحناه اا في اا في الفولي وبالتالي بتشوف انت الحالة بتاعتك اللي هي الحالة به. السترس بتاعك بيبقى اا حوالي جزر اف سي يو. ده الاسترس ااا وبعد كده بتبدأ ان انت تشوف الاسترس في الحدود دي ولا لأ. خلصت انت على الكابلاد ان هي في الحالة تمام? خلاص كده. تبدأ تخش في مرحلة في مرحلة الكابلاد بتاعتك خلاص الفرصة بتاعك انت حققت الاحمال بتاعتك بتبقى خلاص كبيرة خلاص انت بتكون بس القطاع بيبقى مش مشرخ اول حاجة. تاني حاجة الحديد اللي انت هتحطه بقى اقل. لان القطاع برضو مش مشرف الحديد هتحطه اقل. وكمان الكابلاد بتاعتك بالنسبة لك هي الحديد. فانت اي حديد انت بتطلعه هو حديد نسبته قليلة. والحديد اللي نسبته قليلة دي انت بتستخدمها في ان انت تشيل حاجات تانية زي الحاجات زي ان انت مسلا بتعالج مشكلة في الدفليكشن اه في مشكلة اه في حاجات تانية وبالتالي الحديد ما بيبقاش استخدامه تمام كده? طيب. دي كده المحاضرة بتاعتنا اه يا رب بتكونوا استفدتوا منها. وان شاء الله المحاضرة دي هتنزل في اي اسئلة هتتكلموني ان شاء الله وهرب تعليق.